عندنا يعني بيتنا بالطوب اللبن أو بالطوب الني في بعض الأرياف طيب عندنا نمل كتير نتصرف معه ازاي؟ النمل مؤذي النمل يعني يمكن أن يرش أو يباد بطريقة معينة من الطرق المعروفة فلا مانع من إزالة أو إبادة هذا النمل خاصة في البيوت يعني في البيوت هذا يختلف عن الحديث الذي جاء فيه أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت هذا يختلف عن نمل البيوت لأن نمل البيوت فعوتب في ذلك يعني أهلكت أمة تسبح الله فهل لا نملة واحدة لا الأمر ده يختلف عن نمل البيوت لأن نمل البيوت ده مؤذي صحيح أو النمل الفارسي أو النمل يعني كل هذا النمل يؤذي ولذلك فلا مانع من إبادته أو رشه وإزالته بي بي